أدونون خارج موريتانيا واسم موريتانيا بلا انترنت على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر انتقدوا فيه قطع شبكة الانترنت عن عموم موريتانيا واشتكى المستخدمون من قطاع خدمة الانترنت في عموم البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي شكك بعضهم في صحتها فيما كان وزير الداخلية الموريتاني أحمد دولد عبدالله قد صرح أن هناك ما دعاها مكيدة مدبرة من الخارج لزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد وقد انقطعت خدمة الانترنت عن كامل البلاد بعد ثلاثة أيام من قطعها عن الهواتف المحمولة ولم تعرف أسباب قطع هذه الخدمة أو المدة التي سيستغرقها الانقطاع وقد أكدت وزارة الداخلية اعتقال نحو مائة أجنبي شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة نوكشو وعقب الانتخابات الرئاسية وطالب المعارضة باتباع الطرق القانونية للطعم في الانتخابات نتابع بعضا من ردود الفعل على أنباء قطر على الانترنت في موريتانيا البرلماني محمد الأمين سيدي مولود كتب في حسابه على فيسبوك قائلا من يقطع الانترنت بحجة توفير الأمن عاجز مثل من يقطع الكهرباء مخافة استخدامها في الصعقة الناشط محمد فاد الحميلي كتب في فيسبوك عن الموضوع كذلك ووجه رسالته للمغتربين القضية واضحة أيها المغتربون لأنه لا أحد في الوطن سيقرأ ما نكتب هناك إصرار من أطراف معينة على زرع الخوف وإثارة القلاقل ترتيبا لأمر خطير لذلك قطعوا الانترنت عن الهاتف المحمول ثم أتبعوه باللاسلك والله المستعان أحمد بيدي قال على الدولة ألا تتساهل مع أي محاولة لزعزعة الأمن وإثارة الفتن والقلاقل داخل الوطن ولو تطلب ذلك منها قطع الكهرباء مع النت والعودة إلى أيام اللمبة والسندل أي الشمعة ويقول الوطن أولا أما الاقتصادي الإمام محمد عبدالله فقال ثلاثة أيام وموريتانيا مقطوعة عن العالم الخارجي عقب انتخابات الرئاسية مطعون في نزاهتها تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نشر عالم دولة الإمارات في عام